السلام عليكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مطبخة كردفانية اليوم هقدم لكم طريقة عمل عصير الدخن أو عصير ماء الكوسر أو عصير ملبوكة أو عصير أم عجين كما يحلل البعض من العصايا الرمضانية جميلة جدا عصير منعش وبروي العطس مكوناته سهلة مشهور أكثر حاجة عندنا في كردفان يلا نمشي على الطريقة وعلى المكونات ولو أنت أول مرة تشوفوا الغناء وما تنسوا تفعلوا جلسة الاشتراك عشان نصلكم كل جديد وما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير يلا نمشي على الطريقة زي ما قلت لكم عصير بسيط جدا مكوناته الأساسية الدخن يكون مكشور دخن مكشور نس كوباية دخن مكشور مخصول حوالي 3 مرات ده شايفين الدخن شكله كده حبيبات تجي شكل حبيبات صغيرة عجيب بولا أو أي ناء يكون واسع حضع عليه الدخن المكشور ومخصول حضع عليه موية حضع موية وحستنه حوالي يتنقح حوالي 3 ساعات لأربع ساعات الخطوة دي مهمة جدا عشان بعدين لما أجي أخلط بالخلاط يتخلط معي ساهل ما يتعبني بعد ما خلاص يتخلط بعد ما خلاص الدخن يتنقح 3 ساعات أو 4 ساعات حاجة للمرحلة البعد حاجة يكون عندي سكر حوالي كوباية سكر كوباية عصير عرديب أو عصير تمرهندي عصير الليمون حوالي 3 عصرات الليمون 3 قطع الليمون ومحصورات وعندي جنزبيل بس دي المكونات الأساسية للعصير المكونات الإضافية الممكن تضيفوه شنو ممكن نضيف نعناع فلش ممكن نضيف حليب مكسف ممكن نضيف جوز هندي جوز هندي فضل إنه يكون ناعم شديد بس أنا ما كان متوفر عنده ناعم بس دي خلاص كده حاجة بجك الخلاط حضى عليه العش بتاعي المبلول حقلو طب الخلاط زي ما شايفين كوان رغوة جميلة وفوم جميل كده حاجة أصفي العصير بتاعي بعد ما أصفي العصير بتاعي حابدا شنو حابدا أجاري أو أعمل تصفي للعصير حوالي 3 مرات كده عشان العصير بس يكون لونه ناصع يعني كده العصير بيكون جاهز لكن الحركة دي لو أنتو حابين يكون لونه أبيض ناصع حابدا أعمل الحركة دي زي ما قلت لكم 3 مرات دي المرة الأولى شايفين بيكون تحت في رواسب أو في عجين كده تكون يعني بيكون كتير كل ما حاول أجاري كل ما بيقل زي ما شايفين بيقل بيكون لونه أبيض دي آخر مره المرة التالتة لو لاحظتوا أنه خلاص قلها شديد يلا اللي أنا صفيته ده أنا مح أكشحه اللي هو العجين اللي ترسر ده مح أكشحه ممكن نعمله في وصفات تانية ممكن نعمله في مجنجر ممكن نعمل بيه وبرده بنضيفه للخمار بتاع العجين حاجدك الخلاط للمرة التانية حضع عليه الجنزبيل حضع عليه عصير الليمون حضع عليه السكر حضع على العصير بتاعه لأنه صفيته حضع عليه عصير التمرهندي أو عصير العردب وفيه ناس برضو ممكن بيضيف عليه تبلي أو جونجليس عادي ممكن زي ما شايفين كده العصير بيكون جاهز لو أنا حاب أضيفه إضافات تانية ممكن أضيف زي ما قلت لكم هنا نضفت له نعناع فرش وطلع طعمه رهيب نعناع الفرش وهنا برضو حضيف له الحليب المكسف بس الحليب المكسف أنا ما أضيف قبل ما أضيف العردب مع العصير الليمون أنقص جزو بسيط وأضيف عليه حليب مكسف لو أنا حابه بالحليب المكسف ما أضيف له العصير يكون حامض هضع عليه شوية فانيليا لأنكها ما أكتر بس العصير بيكون جاهز يفضل إنه يكون بارد وممكن نضيف له مكعبات تلج عادي هدا العصير عندي جاهز زي ما قلت لكم عصير جميل جدا ثلاثة عملت منه ثلاثة نكهات بنكهة جوزة الهند وبنكهة النعناع وبنكهة الدنزبيل لو عقبوا الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك وتفعليوا جلسة الاشتراك وتعملوا شير عشان الفيديو تشاف بشكر كل الناس المتابعاني